أهلا بكم أعزائي الطلبة الأهل الأعزاء لقد تم إرسال ورقة ترخيص العلوم لوحدة الكهرباء لتكون بين أيديكم وأنا سأقوم بشرح كل درس لأحباء الطلاب وأنا على استعداد لأي سؤال يتم توجيه لي ودمتم سالمين بصحة وعافية والآن نقوم بداية بمراجعة لما تم شرحه في حصص سابقة مكونات الدارة الكهربائية البطارية وهي مصدر الكهرباء في الدارة الكهربائية الأسلاك تكون مصنوعة من مادة النحاس وظيفتها مرور التيار الكهربائي من خلالها مفتاح كهربائي لقطع وإيصال التيار الكهربائي في الدارة مصباح كهربائي للكشف عن عمل الدارة الكهربائية وكذلك أحباء الطلبة قمنا بتركيب دارة كهربائية بسيطة وكذلك تم شرح الدرس الثالث المفاتيح وأشكال المفاتيح والآن بالرجوع إلى كتاب التمارين بالرجوع أحبائي الطلبة بالرجوع إلى كتاب التمارين سوف نحل صفحة 24 25 وصفحة 26 و27 وقد تم حلها في داخل غرفة الصف في الحصص السابقة لنحل فلنبدأ أحضروا كتبكم التمارين أحبائي الطلبة والآن فلنبدأ صفحة 24 أحبائي هل أنتم معي؟ يلا عناصر الدارة الكهربائية أكمل السؤال الأول أكمل الجدول الآتي العنصر الإسم دور العنصر في الدارة أي وظيفته البطارية الإسم البطارية وهي مصدر الكهرباء في الدارة الكهربائية الأسلاك تمرير الكهرباء أي تمرير التيار الكهربائي المصباح مصباح اسمه للكشف عن عمل الدارة الكهربائية للكشف عن عمل الدارة الكهربائية الرجاء أحبتي الكتابة على كتاب التمارين السؤال الثاني انظر إلى الأشكال الآتية ثم أضع صح في مربع الشكل الذي يبين تركيبا صحيحا لعناصر الدارة ففي الصورة الأولى الدارة البسيطة كاملة مكونة من عناصرها وهي البطارية المصباح والسلكين من طرفين موصولات ب إحدى من الطرف السالب للبطارية والطرف الأيمن للمصباح الجهة الموجبة للبطارية والطرف الأيسر من المصباح إذن البطارية صحيحة إذن الدارة عفوا الدارة الكهربائية صحيحة في الصورة الثانية الدارة خاطئة لماذا؟ عناصرها موجودة ولكن لعدم وصل الأسلاك بالمصباح والبطارية لعدم وصل الأسلاك بالمصباح والبطارية الدارة الثالثة خاطئة التوصيل من الجهة السالبة فقط للبطارية وليس ولن يصلها من الطرف الموجب فهذه لا يسري التيار الكهربائي إذن خاطئة الدارة الكهربائية في الشكل الرابع الدارة صحيحة ولكن التركيز على أنه يوجد بطاريتين والتوصيل صحيح من الطرف السالب والسلك الثاني من الطرف الموجب مع ملاحظة وضع أقطاب البطارية مختلفان حتى يسري التيار الكهربائي الأقطاب المتشابهة تتنافر ولا يسري تيار والأقطاب المختلفة تتجاذب ويسري فيها التيار التركيز عند وضع بطاريتين للإشارات سالب موجب سالب موجب إذن البطارية صحيحة والآن صفحة 25 عناصر مفقودة من الدارة الكهربائية العنصر الأول المفقود نريد رسمه وهي البطارية أحبتي في الصورة الثانية العنصر المفقود السلك من الجهة الموجبة والعنصر الثالث المفقود وهو المفتاح وهو المفتاح والنرسم مفتاح هنا نرسم بطارية هنا نرسم سلك هنا نرسم مفتاح وفي الرابعة العنصر المفقود المصباح فلنرسم مصباح أحبتي الطلاب والآن أركب دارة كهربائية أرسم شكلاً لدارة كهربائية تحتوي على مصباحين على مصباحين هذه هي دارة وهذا هو مصباح هنا يوجد مفتاح وهذه بطارية يسري التيار الكهربائي دائماً بداية من عند البطارية أحباء الطلاب يسري التيار الكهربائي من البطارية ويسير في اتجاه واحد إذن يبدأ التيار يسري من البطارية وفي اتجاه واحد هذه هي توالي موصول البطاريتين توالي أي أنهم متتاليات بجانب بعضهم أما هذه الدارة أحبائي فهي توازي أي المصباح الأول يوازي المصباح الثاني نعرف التوازي إنهم متوازياً أي المصباح الأول وهذا هو المصباح الثاني متوازيان أي المسافة بينهم المسافة التوازي يعني أي المسافة متساوية وصل البطارية بطريقة التوازي فهذه هي البطارية مفتاح المصباح يسري التيار من البطارية ويسري في اتجاه واحد فيصل هنا من هون ويمشي يسري هكذا ويبقى في دورة مستمرة إلى أن ينفتح مفتاح الدارة والآن صفحة 27 أركب دارة كهربائية كما تعودنا الخطوات التي تم شرحها بالدرس فلنرى الأشكال الشكل الأول أجمع عناصر هذا هو الشكل الأول أجمع عناصر البطارية الشكل الثاني أصل البطاريتين باستخدام السلك البطاريتين نلاحظ موجب وسالم نصل السلك في الخطوة الثالثة نصل السلك بالمصباح أصل نصل السلك بالمفتاح بالمصباح من الطرف الأيمن وهنا من الطرف الأيمن الخطوة الرابعة وصلنا المصباح آخر من المصباح الأول وكذلك في الخطوة الخامسة أحضرنا السلك الثاني لنوصل من القطب الموجب بالمصباح فالدارة كاملة موصولة أولاً من السلك بين البطاريتين ثم السلك من الجهة اليمين بالمصباح ثم من اليسار من القطب الموجب وهكذا أصبح الدارة كهربائية بسيطة كاملة ولكم الشكر أحبائي الطلبة الرجاء وضع الأرقام عليها فقط ودمتم سالمين شكراً